موسيقى السلام عليكم في أول سلسلة من ويتفكرون قبل خمس سنوات كنت خصصت حلقة للماء وسميتها الماء سر الحياة وفي السنة الموالية في سلسلة ويتفكرون اثنين خصصت حلقة للنور وسميتها النور أساس الحياة اليوم أخصص حلقة لتفاعل الضوء مع الماء سواء كان قطرات مائية أو باللورات ثلجية وأبين كيف تظهر من جراء ذلك ظواهر رائعة جدا سأركز على ظاهرتين فقط الأولى قوس قزح الذي هو معروف للجميع ولكن ربما كثير من الناس لا يعرفون كيف يحدث هذا بل خاصة بعض التفاصيل عنه في كيف يحدث وهل يمكن لنا أن نحدث نحن قوس قزح إلى آخره والظاهرة الثانية هي ما يسمى الهالة الشمسية والأعمدة أعمدة النور أو أعمدة الشمس أو أعمدة القمر وغير ذلك قوس قزح هذا طبعا رائع جدا وجميل لأنه يعطي هذا التوزيع من الألوان الباهية الزاهية ولذلك يعتبر في كثير من الثقافات أنه رمز الجمال رمز الحب حتى أو الرومانسية ويعتبر أيضا في كثير من الثقافات المتدينة أنه علاقة مع السماء علاقة مع الله حتى بل في العهد القديم في التوراة هناك إشارة إلى أن قوس قزح هذا هو تعاهد من الله لسيدنا نوح بعدما حدث الطوفان أن بعد ذلك أخرج له الله هذا قوس قزح وبذلك وعده أنه لن يقوم بهذا الطوفان مرة أخرى ولن يدمر الأرض وأن هذا عهدي الجميل لكم يعني ببساطة أن قوس قزح هذا يعتبر دائما شيء جميل شيء هادئ شيء رائع بسبب هذه الألوان الرائعة التي تحدث لكن لماذا تحدث هذه الألوان المتوزعة هكذا ببساطة إذا كانت الشمس وسأقول بعض اللحظة ليس بالضرورة الشمس أي مصدر ضوئي قوي إذا كانت الشمس مثلا خلف الكاميرا وأنتم واقفون تنظرون إلي عند الكاميرا هكذا ولدينا قطرات من الماء فإذا جاء الضوء هكذا النور أو شعاع النور ودخل على قطرة الماء هكذا فإذا دخل بزاوية غير الزاوية القائمة فسوف ينكسر هذا الانكسار المعروف يعني يتغير اتجاهه ولكن بالإضافة إلى هذا سيتشتت الضوء الأبيض هذا بألوانه المختلفة لماذا؟ لأن كل لون سينكسر بزاوية تختلف قليلا عن اللون الآخر فيصير عندنا توزحة كذا هذه أول شيء لكن عندما تصل هذه الألوان إلى مؤخرة قطرة الماء في الأخير هنا فإنها سوف تنعكس لماذا؟ لأنها في الغالب ستسقط على زاوية أكبر من زاوية الانكسار فيحدث ما نسميه في الفيزياء الانعكاس الكلي Total Internal Reflection الداخلي فيعود هذا الضوء هذا ثم يأتي إلى مقدمة قطرة الماء هكذا بزاوية معينة وسيخرج الآن لأن زاوية أقل زاوية مع السطح سطح المائي فيخرج وعندما يخرج ينكسر ويتوزع من جديد فيكون هناك توزع للألوان بدرجتين اثنين درجتين اثنين كثير في السماء لأن قطر الشمس هو نصف درجة فدرجتين معناها أربع مرات قطر الشمس ولذلك يظهر لنا هذا التوزيع من الألوان الذي أتى بسبب انتشار قطرات الماء الموجودة في الهواء هكذا في العادة يكون لدينا هذا التوزيع الضوءي الأحمر يكون في الأعلى والأزرق أو البنفسجي يكون في الأسفل ولكن أحيانا يأتي الضوء هذا ويحدث له انعكاسان داخل قطرات الماء فيحدث له انقلابان لهذه الألوان فيحدث عندنا قوس ثنائي أو قوس ثاني مزدوج ولذلك ربما بعض منكم شاهدوا أن من حين لآخر يحدث قوس خزح هذا مزدوج بل أحيانا في حالة نادرة جدا يحدث ثلاثة مرات فإذا حدث الانعكاس هذا الثاني هذا القوس خزح المزدوج فيكون عندنا القوس الأساسي اللامع ذو الألوان الباهية الزاهية من الأحمر إلى البنفسجي تحت والثاني يكون فوقه ولكن منعكس هكذا فتكون يعني يكون منظر رائع جدا ولكن ما لا يعرفه الناس هو أن هذا لا يستلزم بالضرورة أن يكون هناك أن تكون الشمس هي مصدر الضوء فقد يحدث هذا مع ضوء القمر ألا يحدث بضوء القمر؟ معظم الناس لم يشاهدوا ولم يلاحظوا أن عندما يكون القمر بدرا ولماذا نحتاج أن يكون بدرا لأننا نحتاج أن يكون مصدر الضوء هذا قويا أقوى ما يمكن بل حتى عندما يكون القمر بدرا هكذا ويقوم بنفس العملية التي قامت بها الشمس قبل فإن هذا القوس الذي سيحدث سيكون باهتا وربما لا ننتبه حتى لألوانه ولكن إذا أخذنا له صورة بكاميرا بتعريض طويل فسننتبه أن هناك فعلا قوس بألوان مختلفة تماما كما يحدث مع ضوء الشمس إنما هو باهت لأن ضوء القمر حتى عندما يكون بدرا يكون أخفت من ضوء الشمس بل ربما بعض منكم عندما كنا صغارا كنا أحيانا عندما يكون هناك ضوء من الشمس خلفنا والمهم جدا أن تكون الشمس خلفنا وأن تكون منخفضة بأقل من 42 درجة ارتفاعا من الأفق فلا تكون عالية جدا ولكن تكون خلفنا ومنخفضة بقدر المستطاع فحيانا نكون نلعب بالماء هكذا فنرمي الماء إذا عندنا أنبو من الماء ونرمي الماء هكذا في السماء فننظر أنه انظر لقد أحدثت قوس قزح هكذا في الماء الذي رميت وفعلا لأنه نفس العملية تحدث ضوء الشمس هذا يسقط على قطرات الماء فينعكس نحوي هكذا فأرى انتشار هذه الألوان الرائعة يعني ببساطة أن هذه الظاهرة ظاهرة رائعة جدا وتفسيرها إلى حد ما بسيط ولكن يستلزم معرفة فيزياء الضوئيات وفيزياء الانكسار ونفهم ما يحدث في القطرات المائية من زوايا إلى آخر إلى آخر الظاهرة الثانية التي هي أيضا تفاعل بين ضوء الشمس وأحيانا ضوء القمر أيضا والآن ليس القطرات المائية ولكن البلورات الثلجية عندما تكون منتشرة في السماء في الهواء إذا كان الجو باردا وكانت هناك بعض السحب التي تحمل هذه البلورات الثلجية مثل السحب الخفيفة السيرس تسمى هذه تكون محملة بهذه البلورات وهذه البلورات تكون متساقطة نحو الأرض فإذا كانت هذه المرة الشمس مقابلة لنا وليس خلفنا إذا كانت مقابلة لنا فضوء الشمس هذا عندما يدخل على البلورات الثلج هذه فسوف يحدث له نفس عملية الإنكسار هذه ويخرج ويأتين هكذا بزاوية فتظهر لنا الشمس الذي كان آتي مباشرا نحونا فسيكون الآن منكسرا عند أحيانا يحدث بـ 22 درجة وأحيانا يحدث بـ 46 درجة فتظهر لنا هالة هكذا وأحيانا تظهر لنا بقعتان على اليمين وعلى اليسار بالإنجليزية يسمى sun dogs أنا أسميها البقعتان المرافقتان لشمس فيكون الشمس هكذا لامعة ومعها هكذا كأن لدينا يعني مصباحين قويين مرافقين لضوء الشمس الأساسي وأحيانا ظاهرة أخرى رائعة جدا تحدث لشمس وتحدث للقمر وتحدث حتى بأضواء المدينة الإصطناعية أنه عندما تكون الإضاءة من تحت يعني مثلا بعد غروب الشمس أو عند وجود القمر يعني في قرب الأفق أو أضواء المدينة هكذا إذا كانت فوقها في الهواء المنتشر هذه البلورات الثلجية التي ذكرت فإن الأضواء هذه سوف تنعكس على هذه البلورات وتأتينا فيظهر كأننا عملنا أعمدة من النور هكذا منطلقة من الأفق نحو السماء هكذا وتكون رائعة جدا خاصة في المناطق التي يكتر فيها الثلج وتكتر فيها هذا النوع من الظواهر هذه ما تسمى في العادة أعمدة النور أو أحيانا تكون أعمدة شمسية أحيانا تكون أعمدة قمرية وأحيانا تكون أعمدة إصطناعية بسبب أضواء المدينة كما يذكر أردت فقط أن أركز معكم على هذه الظواهر الخلابة الرائعة التي يمكن لنا الآن من خلال العلم أن نفهمها وعندما نفهمها نزداد انبهارا بهذه الدقة وهذا التناغم في الطبيعة وهذه الروعة شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة